معنى قوله تعالى هناك دعا زكريا ربه والسائل أو السائلة يقول هل المقصود بهنالك المكان أم الزمان أو حال سماع الرد من السيدة مريم سيدنا زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام دعا ربنا عز وجل ودعا ربه بما يشاء بغير حساب ده الشق الأول من السؤال وهناك شق آخر نعم شيخ الكريم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين يعني الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري واسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي في قولي سبحانه وتعالى هناك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك زرية طيبة إنك سميع الدعاء هذا له مقتضى زكريا عليه السلام لما رأى الكرامة الكرامة لمريم عليها السلام من أنها تأتيها كما قال ابن عباس فاكهة الشتاءة في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء فلما رأى ذلك فإنه طمع في أن يقص أن الله سبحانه وتعالى يعني الأسباب المعتادة تتغير كما تغيرت مع مريم عليها السلام فطمع أن يرزقه الله سبحانه وتعالى الولد رغم تقدمه في السن ورغم أن زوجته كانت عاقرا بلما رأى قدرة الله سبحانه وتعالى فهذا مقتضى جعله يقول هذا الدعاء مقتضى زي إيه حتى نقارب المثال زي مثلا حضرتك مدير العمل وأنت واقف وجدت مدير العمل يعطي مكفآت كثيرة لكل العاملين فهذا اسم المقتضى هذا طمعك أن تذكر له أنا أريد مكفآة فهذا معه ولله المثل الأعلى فده بيسموه المقتضى فلما وجد المقتضى وجد قدرة الله سبحانه وتعالى يعني الأسباب المعروفة عند الناس الله سبحانه وتعالى هذه الأسباب يعني غيرها سبحانه وتعالى لمريم في فاكهة الصيف وفاكهة الشتاء ولما سألها قالت هو من عند الله إن الله يرزق من غير حساب فده طمع زكريا عليه السلام أن الله سبحانه وتعالى يرزقه رغم أن الأسباب يعني ليست مواتية هو التقدم في السن اشتعل الرأس شايبا وزوجاته عاقر لكن قدرة الله سبحانه وتعالى ورؤية ذلك جعلت عنده مقتضى أن يقول ذلك طب رمضا